الآن الزميلة ميرفا تلميليجي مفادة التلفزيون المصرية تقدم لنا لقاءا مع دكتورة سارة عبد الحميد مصممة حلي وأحجار بمعرض تراثنا بمنتدى شباب العالم نتابع أهلا بحضراتكم مشاهدينا ولسا مكملين مع حضراتكم تغطيتنا الخاصة لفعليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم والمراضي في مكان مختلف مكان كل طاقة مكان كل شباب وابتقار كمان في الجزء الخاص بمعرض تراثنا وهذا المعرض اللي طبعا كنا بنتابع دايما فعلياته على مدار سنواته منذ انطلاقه واللي دايما بيضم الحرف اليدوية اللي بتهتم جدا بإحياء التراث مرة تانية ومعينا النهاردة إحدى العارضات في هذا المعرض والمشاركين في منتدى شباب العالم هنا في شارم الشيخ نتعرف عليك دكتورة سارة عبد الحميد دكتور سارة يعني اهتمامك ان انت او حرصك ان انت تكوني موجودة في منتدى شباب العالم وتعرضي منتجاتك لعدد كبير جدا من انجلسيات والشباب النهاردة اكيد شرف كبير لي واكيد كنت اتمنيها وسعت لها كتير والحمد لله ربنا وفقني النهاردة وموجودة في المنتدى بالحليات الخاص به طبعا مصر مشهورة بتراثها وكل التصميمات الخاصة بالتراث المصري ودايما ما بتجذب اكتر ناس الاجانب او بيكونوا عندهم شغف ان هما يقتنوها ازاي لقيت ده في انتدى شباب العالم اللي بيجمع شباب من كل جنسيات العالم نهاردة كان اول مرة لاقي الكم الهائل من الجنسيات اول مرة في اي معرض يوفر يكم الهائل من الجنسيات كلها مهتمة جدا بتراثنا يمكن اكتر من انا احنا كمصريين وبالموتيفات المصرية سواء فرعونية وبيسألوا في تفاصيلها وبيسألوا في انواع الخامة ايه وملمين بيها ولقين شغف وفضول عندهم انهم يسألوا ويعرفوا ايه هي الخامة دي اكيد فرصة كبيرة لنا وشرف كبير لنا النهاردة هل استعدادك وتحضيرك لمشاركتك في منتدى شباب العالم اختلف عن استعداداتك ومشاركتك في معرض تراصنا بشكل عامل اللي كنا بنتابعه دايما اكيد لان انا الجاية عارفة ان انا حقاب العميل العميل اغلبيته جنسيات اجنبية فاكيد التركيز بيبقى اكتر على الجانب الفرعوني عشان يتماشى مع كل الجنسيات والحمد لله كمان احنا لسه كان عندنا تريند بتاع المميئات وطريق الكباش فده برضو يسر معي شوية في موضوع ان التصميماتي عندي كم كبير جدا من تصميم وطريق فرعوني عدد العارضين في المعرض تراصنا النهاردة يمكنين طبعا هو جزء مصغر من المعرض على اي اساس تم اختياركو او على اي اساس ان انتوا قررتوا ان انتوا تشاركوا نهاردة هو اختيارنا من قبل جهاز تنمية المشروعات تم اختيار خمس عارضين الحمد لله انا كنت واحدة منهم احنا خمس عارضات بنمثل الجهاز باختر من منتج وفي بعض المنتجات زو ما لقنا ما كانوش موجودين يعني بس بنعرض شغلهم برضو رايك ايه في الفكرة؟ فكرة ان مكان واحد يحتضن شباب من كل الجنسيات نعرض عليهم تراصنا وافكارنا كم مصريين اللي هما بيكونوا صفرة لنا كمان في بلد انا قبل كده كنت منباهرة بالفكرة بشكل عام بمجرد انها بتباعها في تلفزيون او بقرأ انا عن الانترنت او اي حاجة بس وجودي فيها مش بس انبهار ده يعني حالة من حالات الفخر ان احنا قدرنا انه يوصل للمستوى ده من الرعاية لنيهم لحساسهم بالامان ان انت حتى لما بنخلص اليفنت وبننزل بتلاقيهم في كل مكان موجودين في القتلات عداد كبيرة جدا فحاجة بجد منتهى الفخر لنا احنا احساسنا ان احنا وصلنا للمستوى ده فده حاجة جميلة في حقنا هل لكي اي مقترحات بالنسبة لمشاركتك ان شاء الله في النسخ الخادمة من منتدى شباب العالم بتتمني تكون موجودة كنت هتساعدك اكتر في انتشار منتجاتنا المصرية بتراثها اتمنى يكون شرف كبير ليه اتمنى ان كمان المنتدى يكون فعالياته انه يكون ليه معارض دائمة في كل دول العالم بجد حاجة يعني تفوق الفخر ان احنا موجودين النهاردة في الكم الهائل من الجنسيات حتى لو بصيتي بكل الكاميرات بتلاقي افاق كبيرة جدا بعداد ما شاء الله يعني اكتر الاسئلة اللي اتعرضت لها او اكتر الوفود كمان اللي كانت حريصة اكتر انها تقتني يعني تشكيلات فيها تراثم الافارقة وده بالنسبة لي شيء مفاجئ بالنسبة لي احنا معتدين ان اوروبا او امريكا هما اكتر ناس بتهتم بتفاصيل الحلية الفرعوني او الشكل الفرعوني اكتشفنا ان لا الافارقة كمان مهتمين جدا بالموضوع بيسألوا في كل التفاصيل وملمين كمان بتفاصيل بيسألوا في ديتيلزي يعني حاجات بسيطة جدا احنا ممكن ما نبقاش عارفينها هم عارفينها بيسألوا عليها بالاسم بشكرك شكرا جزيلا استاذة صارة على مشاركتك معنا شكرا موصول لحضرات المشاهدين وعودة مرة اخرى لزملاء في الاستوديو شكرا زميلة ميرفت المليجي وبالتأكيد ومن خلال هذا الحوار يؤكد مديرو المنتدى على ان تشجيع الحرف التراثية من خلال هذا العرض النموذج الصغير لمعرض تراثنا بان المنتدى يشجع الحرف التراثية وهناك تشجيع لصناعة الفن والمحتوى الابداعي والثقافي الراقي بكل صور وهو اشكال في منتدى شباب العالم